أعلن الرئيس الكولمبي حال الكارثة الرسمية من أجل تسريع عمليات الإنقاذ في مدينة بوتماو ومركز الولاية التي تعرضت لسيول ووحلية نتيجة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة الجبال والتي أدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل في كولمبيا وعشرات آخرين في البيرو والإكوادور المجاورتين تفاصيل أوفة في التقرير التالي سيول وحلية نجم عن أمطار غزيرة همرت على منطقة الأنديزة الكولمبية طالت أيضا بيرو والإكوادور كارثة هائلة الحجم وغير مسبوقة تشهدها البلاد أحصي فيها نحو ألف بين قتيل وجريح ومفقود وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا الذي تعدى المئتي وخمسين الرئيس الكولمبي خوان مانويل سانتوس على نحلة الحداد مطالبا فور توليه قيادة عمليات الإغاثة بتسريع عمليات الإنقاب أحياء بكاملها لم تعد موجودة وبدت المدينة التي يبلغ عدد سكانها أربعون ألف نسمة وهي مغمورة بالأوحال شكلت على إثرها سلطات البلاد مجموعة أزمة تضم مسؤولين محليين ووحدات عسكرية وفرقا من الشرطة والإغاثة لتنظيم أعمال البحث عن المفقودين وبدء إزالة مئات الأطنان من الركام خصصنا طائرتين مع أفراد من اللواء يتعملون مع حالة الطوارئ كما قمنا بتوفير طائرتين هيلوكابتر لنقل المصابين من جهتي قال الصليب الأحمر الكولومبيين الحصيلة ترتفع بسرعة مخيفة إذ لم يتم العثور بعد على مئات الأسر فيما أشارت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى تضرور ثلاثمائة أسرى على الأقل وفي إطار المساعدات الداخلية والدولية أفدت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث بإرسال أكثر من سبعة أطنان من المواد الطبية واحتياطات المياه والكهرباء إلى المدينة بينما عرب الدول كثيرة بينها فرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإسبانيا والبرازيل والإكوادور وفانزويلا عن تضامنها لتلبية أي نداء للمساعدة